جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أرجو إيضاح حكم تارك الصلاة تحاونا بمعنى أنه يصلي بعض الفروض ويترك البعض وأحيانا يؤخرها عن وقتها أما ترك الصلاة متعمدا فهذا ذنب عظيم وهو إن كان يصاحبه جحود لوجوب الصلاة فهذا كفر بإجماع المسلمين إذا كان يرى أن الصلاة غير واجبة وإلا ما هي من العادات والتقاليد إن شاء فعالها وإن شاء تركها فهذا كفر بإجماع المسلمين لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام أما إذا كان يقر بوجوبها ويعترف أنها ركن من أركان الإسلام ولكنه تركها تكاسلا فهذا محل خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنه يكفر الكفر غير المخرج من الملة ويكون فعله هذا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب حتى يتوب إلى الله عز وجل ومنهم من يرى أنه كفرا مخرج من الملة أنه يكفر كفرا يخرج من الملة وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة على صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والكفر إذا أطلق أو عرف بالألف واللام فإنه ينصرف إلى الكفر المخرج من الملة وأما تأخير الصلاة عن وقتها وكما ذكر السائل سواء كان يترك الصلاة كلها أو يترك بعض الصلوات ويصلي البعض الحكم واحد لهذا أن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولو سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون ولو سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم دائمون فلابد من المحافظة على الصلوات كلها والمداومة على أدائها حيث لا يترك منها صلاة واحدة لأن ترك الصلاة الواحدة متعمدا كترك الجميع لا فرق في ذلك أما تأخير الصلاة عن وقتها فهو خطير جدا إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تصح لأنه أداها على غير الوجه المشروع لا تصح صلاته ومن العلماء من يرى كفره إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فإن من العلماء من يرى أنه يكفر بذلك فالأمر خطير جدا وعلى المسلم أن يحافظ على صلواته وأن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يندفع مع شهواته ومع نفسه الأمارة بالسوء ومع الشيطان يتهاون بأمر الصلاة يكون ممن قال الله تعالى فيهم فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة والغي واد في جهنم وعيد شديد لحق من تهاون بالصلاة والتهاون بالصلاة هو تأخيرها عن وقتها توعد الله عليه بهذا الوعيد الشديد نعم وقد جاء في الحديث أيضا أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ومع نفوات صلاة العصر إخراجها عن وقتها بدون عذر نعم جزاكم الله خير وأحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر